جيداً يا سيديوني الآن لدينا مجتمع نفسي التي يتم تفهمها وهي جوجل كلاسرون هذه الأرية نتبعها حتى نمشي أمور وإن شاء الله من توقف الأزمة نرجع نعيد لكم الأمور من جدة وجديد يعني ما نعتمد عليها بشكل كلي لكن نحاول أنه نمشي بعض الأمور اللي صعب اللي يشوفها طالب يعني راح نحاول نستعيم محاضرات فيديوية استخدام الصوت والصورة زادت المحاضرات المكتوبة حتى يسهل عليكم الأمور بدأت فصل جديد إحنا نحن نتحدث عن الأول الثاني الثاني سأتحدث عن الأصوات الصحيحة كما تعلم كلكم تعرفون أنه الساوات 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 مختلفة أمور وأمور وأمور أمور أمور كما تعلم من أمور لكن من الوصورة وصوت العلم تعريف سهل يعني هذه طبعا هي it is a matter of debate يعني دخل علماء الصبب يعني بشغلة نقاش وصراع محتدم من أجل أنه يتوصلون إلى التعريف اللي توصل عليها جيد يا كونور بهذا الكتاب فجنرالي سبيكنج احنا نقول In order to identify the true nature of the two concepts consciousness and vowels we can resort to aethymology نقدر نعتمد على الايتمولوجي الايتمولوجي هو studying the origin of the world راح نرجع ندرس أصول الكلمة حتى نعرف what is meant by each class يعني أصلا as aethymology is concerned فيما الخص أصل الكلمة اللي هو الorigin of the world the word vowel the word vowel is of a latin origin أصلها latini it comes from the latin word vocalis which is in turn is derived from vox والvox هي مشتقة من كلمة voice or word يعني من نجي نحلل كلمة vowel aethymology هو علم يعنى بدراسة أصل الكلمات فكلمة vowel aethymology speaking إذا ندرس أصولها مشتقة هاي أصلها يعنى أصلها جاء من كلمة vocalis والvocالس جاء من vox يعنى راح نرجع إلى كلمة voice بأصلها اللاتيني يعنى ال vowel it is that word which is a pronounced with a kind of vibration the vocal folds يعنى أنت تعرف أنه voice the sound هو صوت اللي ينطق وجود التزاز بالحوال الصوتية هذا فيما الخص أصل الكلمة أكي aethymology of the word vowel now we come to the word consonant نجي للصوت الصحيح الصوت الصحيح إذا نجي aethymology speaking it is that word which does not have self-autonomy is that word which does not have self-autonomy self-autonomy يعنى حكومة مستقلة بحد ذاتها إنه الكون doesn't have self-governing articulation but itself يعنى الصوت الصحيح أنا من أريد أشوفه أعرفه بشكل دقيق المستحيل إن هو آن يعرفه إذا ما أخذ بنظر الاعتبار it should be pronounced together in association with the surrounding sounds اللي هي الفوهل يعنى دائما الصوت الصحيح يتعاون مع الأصوات المحيطة به حتى أوصل لمعرفة كيفية نطقه يعنى مثلاً the sound he اللي هو consonant لو أجو أخذر ثلاث كلمات مثل he وهات و the word who راح أشوف إنه the same consonant he اللي هو أوصل but it is pronounced in three different ways هنا 壁 смотрите بحيث دون يبيني tengo إذن هذا أصل الكلمة إذن هذا أصل الكلمة يجب أن يكون هناك تفاعل مع حكومة الأقليم يعني ما يصر هاي تنعزل عن هاي و هاي لكل هم يعني يتعاونون مع بعض في البنيج للوصول إلى قرارات معينة في بعض الأمور كذلك الآن هسا راح نجيب إلى أصول الكلمة أنا كل هذا يعني هسا إذا أبدأ بها حتى أعرف شن المقصود بكلمة كونسوننت وشن المقصود بكلمة فاول يعني دامت مقدمة مع عاما حتى أوصل لتعريف لأنه قلت لك أنه تدفع ما تدفع بشكل كلاس ليس بسهولة إذا أبطت لك أنه لا تدفع بشكل كاليجي نحن نأخذ وجهة نظر علماء معينين نختلفين كل واحد وجهة نظر خاصة لكن من خلاله مجتمعين أنا توصلت إلى وجهة نظر معينة أنه الباول صوت العلة هو صوت يعني يتميز بوجود فجوة كبيرة في المجرى التنفذي It is that sound which is characterized by a great opening in the oral cavity يعني من الفض O, A, E, A, U, L ده أشوف أنهم الفوج الموجودة بالموف هي great opening أكس الفجوة الموجودة بالصوت الصحيح من الفض T, K, T, R تشوف أكو فرق ما بين الأثنين؟ فهاي وجهة النظر حقيقة أتكلم عنها يعني فردينا الديسسوري عالم طرنسي عالم آخر بلوم فيض يعني عرف الصوت الصحيح أنه what is that sound which is characterized by having friction or closure okay sorry, by having no friction, no closure between the vocal organs and the stream يعني الصوت الصحيح يعني هو هذا الصوت ينطق بعده وجود أي احتكاك بالمجرد التنفسين ما بأي closure ما بأي عقب مجرد التنفسين بينما الصوت الصحيح على العكس من هذا تماما هذا وجهة نظر اليونار بلوم فيلد عالم آخر اسمه تومس كي ويا صديقة هيل كتابهم The Sound Patterns of English 1964 قالوا إنه the difference between the term vowel and the term consonant إنه البوال when it is pronounced the outgoing air stream is being produced يعني it does not meet any kind of a cyclist production it is being produced freely يعني في حالة الصوت يعني في حالة الصوت العلة الصوت العلة the other is اللي هو البوالس بوالس بوالس بوالسنج يعني الصوت يخرج بحرية فريلي with no closure no friction no interference no obstruction or no structure هالكلها تعنيت نفس الشيء عاقب المجرد التنفسين إذا صوت العلة يعني تقريبا كل العلماء تطفع على هاي وجهتين نظر عنوه البوال is that sound which is being produced freely with a spontaneous voicing يعني الهوى هذا اليخرج the outgoing air stream in its way from the lungs and out of the mouth does not meet any kind of obstacle or obstruction or closure or friction it is being produced freely ما كنتك أي contact between the various articulators in the air stream يعني من نقول اوه شوف إنه الفم هنا فيجوال موجودة يعني great opening ما كو أي contact دا يصر عندي ما كو أي عاقة بحيث الهوى يقدر يخرج بحرية العكس من هذا بالضبط هو الصوت الصحيح هنا أنا من أنطق الصوت الصحيح دا أشوف إنهم من نقول ب ب هاي عالسلية مثال for example in case of ب أشوف أكو contact between the twilips together أو من نقول ك ال back of the tank against the V-lamp أو ه هنا لها comes from the glottus يام أو م أو ن أو ر أوكي ت يعني تأخذ أي صوت تشوف إنه الصوت الصحيح على العكس يعني it is the opposite from the tone vowel because the sound يعني is being produced with a kind of interference in the air passage إذن الصوت الصحيح يعني اللي ميزة عن الصوت العلة إنه وجود هالحالة التقارم ما بين العضاء الكلامية اللي أنا سميها إنه وجود friction أو closure أو obstruction أو structure أو restriction يعني أنت شو تحب تستخدم هالمصطلحات إذن يعني كل هاي الحلقة اللي نتكلم عنها ندور على فكرة معينة خليها في بالي كانت أقولها إنه متى ما وجدت إعاقة أو structure in the air stream the term would be called or would be regarded a consonant and the opposite stroke يعني الفاول does not have any kind of structure in the air stream اللي هو يعني ينطق بحرية أوكي بسبب هذا الشيء اللي تميز بي الصوت الصحيح يعني اللي لاحظ إنه So consonants are those sounds which are being produced with a kind of interference in the air passage هي الأصوات اللي تمتاز بوجودي عاقب المجرة التنفسية معناها شنو هادا الصوت الصحيح أسهل بوصفة يعني the consonant sound is easier than the vowel in everything يلنست characterization يلنست description أوكي إلنست production يعني أنا من أجل الصوت الصحيح أشو بحطة نطق بسهولة أقدر ألصق بشكل صحيح أقدر نسوي transcription صحيح ليش؟ يعني كل شيء واضح للعين المجردة because everything related to the consonant is visible to the eye I can easily identify and see the place of concentration and the organs of speech which are involved in the process of articulation يعني الصوت الصحيح ليش يمتاز بسهولة It is easier than the vowel أوي نلدر مقلب السؤال بالعكس أنه الفاول is difficult more difficult than the term consonant تقول بسبب شغلتين الكنسلة تلكون easier than the vowel because you can easily identify the place of articulation يعني أقدر أشوف بسهولة مكان النطق وأقدر أشوف the organs of speech which are involved in the process of articulation انتبه يعني هدا جدا مهم حبريقتين أوكي هزا الحد الآن نحنا دان نتوصل لتعريف يعني هزا أنت آمنت أنه الفاول وهذا الصوت اللي يعني إنه ذا الصوت اللي يساعدت على ماء الصوت أنه تكرت فرق إنه ذا الصوت اللي يساعدت على ماء الصوت إنه تكرترائز the true nature of the difference between the two concepts إنه how the sound is being produced لكن sometimes يعني this is not always the case يعني مو دائما إنه كل ما يصير عندك عاقب المجرى التنفسي تقول هذا صوت صحيح وكل ما ما نشوف عاقب المجرى التنفسي تقول بأول يعني there are special cases يعني which are really problematic يلا أكو عندنا حالات معينة نعتبرها deviation from the norm نحنا نقول دائما لكل قاعدة أكو شغال عندي قاعدة شذ يعني عندي حالة شذ عن هذه القاعدة واللي سبب بأني ambiguity really السبب بأمور بحيث راح تخلينا القاعدة تقلبها يعني رأسا على العقل هاي الحالة يعني is related to the class which is called semi-bubbles شنو هاي الحالة deviation from the norm النور ميقول عندنا انه عندك عاقب المجرى التنفسي الصوت صحيح مو عندك interference from the air passage الصوت علا لكن عندك deviation اكو حالة استثنائية هاي الحالة استثنائية الproblematic case احنا نسميها بالsemi-vowel السمي-vowel يعني مشابه يعني مماثة similar السمي هاي الـ prefix أقصد بها similar to vowel يعني اكو بعض الأصوات يعني special category يعني which is neither nor which is neither consonant nor a vowel لا هو صوت صحيح ولا هو صوت علا يعني اللي هو حقيقة هاي الصوتين ويليم السمي-vowels يعني يشوف هي مشابه للvowel معناها شي يجب بالك انه هاي أصوات صحيحة لكن هي مشابه للvowel In other words they are neither nor يعني هي لا ولا يعني هي لا ولا they are neither consonants nor vowels I said shouldn't go they are neither nor يعني يعني they sit on easily تقعد ما مرتاحة between the two classes يعني شوف phonetically speaking يعني من أجيه من ناحية صوتية phonetically speaking تحدد عن الأصوات الصحيحة منها من ناحية phonetically speaking they are يعني in their production they are dissimilar to vowels لكن phonologically speaking they are consonants اوكي من تبهينوا يا ايه إذن again phonetically speaking they are similar to vowels لكن phonologically speaking they are يعني phonetically alls يقول نطقهم بالضبط يماثل الصوت العLe لأي من يقول الواب المنتم اني سأضغط من فنهم كيفess حاجة Porque وت وعد مثل كلمة وعد لأي من capaz Peace в таком وعد ok هي مشابهة لصوتي العلة كإنما آني نشوف تلاحظ إنه الو is exactly similar to the vowel oo because the way is exactly similar to the vowel oo sound يعني short or long it does not matter إذن الو بالضبط مثل الو واليه بالضبط مثل صوتي العلة الاسound هذا أول نقطة يفور إذن phonetically speaking الو واليه are similar or they are regarded just like vowels because in their production they are similar to vowels يعني أنا من أنطق كلمة what التمم بي نقول هذا w ممكن هالك كتابة لكن كالنطق هو يعني ما عطى الصوت العلة الهو الو sound لكن شوية تحتاج إن شاء الله إنها نطولها بالتلفظ what أو مثلاً yeah yeah مثلاً كلمة yet كلمة yet أيضاً أنا أريد أكتبها بها الشكل هذا الصوت الصحيحية لكن أريد أطولها كأنما آني يعني exactly the year is similar to the vowel the sound yet or yes yad أوكي إذن عندي problematic case إني هي neither nor لا هي vowel ولا هي consonant إني هي أنا أعتبرها semi vowels هالذان جهة من ناحية النطق أعتبرها vowels لكن من ناحية الفونولوجي سبكيين القواعد نالتها تتذكر أنني ما نكلمت عن الفونولوجي شي عرفنا انه هو the system which is mainly occupied with studying the rules which govern the sounds. إذن as far as the rules of these sounds are concerned, they are still regarded as consonant. يعني still in their function, in their characterization, in their description, they are regarded as consonant. يعني لا تزال إنه نصنف هاي الأصوات كأصوات صحيحة. ولا تزال الفنكشن ما ندهي الوظيفة هي أصوات صحيحة. لأن تضبق عليها جميع قوار الأصوات الصحيحة من حيث إنه تجي بالمارجين بالمارجينز الوظيفة. هوامش الكلمات. من حيث إنه تسبق بالإنتفينيات. مثلاً يعني أجلاسة الواتر. أجلاسة. أجلاسة. شيء مثل هذا. إذن من أقول لك إنه شون تعرف للصوت الصحيح. الصوت الذي استمر إنه بالتعريفك إنه وجوده وإنعدام العاقة من المجرى التنفسي. هذا المعيار العام. general criteria. لكن نقول أكو في الديفيشن من هاي الرول. عند الحراك من هاي القاعدة تخصي السميفول. هذا سبيشال كاتجري. يعني وهه يجب أن يحصل على أكثر أكثر من الوازل والتعريفة. كيف تحصل على المعيار العام؟ إنه مستعدة على طريقة التي يلفغ بها الصوت، هذا ليس معيار دقيق. يعني إذا نحتمد على طريقة التي يلفغ بها الصوت، هذا ليس معيار دقيق. لأن أكو بعض الأصوات بطريقة تلفظهم اللي هي سري فاوس بطريقة تلفظهم يماثلون أصوات العلة لكن يقوم بالوظيفة وبالكاركترائزيزيشن هي تبقى أصوات صحيحة وعندي مشكلة أخرى أنه تجعل أنه صعب بالنسبة لطبيعة الصوت أنه مو كل اللغات تتفق على نفس الأصوات كأصوات علة وأصوات صحيحة يعني الصوت اللي يكون علة في لغة معينة يعني أتو مالكم صوت صحيح في another language إذن different languages have different ways of dividing their sounds into vowels and consonants what is a vowel in one language? could be a consonant in another language for example the sound و is a consonant sound in English but it is a vowel sound يعني in Chinese okay so in order then we have a problem so we have a problem how would you solve this problem حتى أحلها المشكلة نقول we don't depend on phonetics as a reliable criteria أنا ما أعتقد على هذا علم الصوت اللي يهتم بنطق الأصوات as a reliable criteria this is not an adequate criteria we have to depend on phonology نعتقد على phonology يعني as an alternative كبديل do we have to depend يعني سؤال do you think that we have to depend on phonetics as a reliable criteria to identify the true nature of the sound whether it is a vowel or a consonant you say no the phonetics is not an adequate criteria يعني generally if you would would I know the vowels are being produced freely with no restriction while consonants are the opposite لكن this is not always the case يعني there is deviation from this norm اللي شفنا بحالة النورسامي vowels يعني انت أعرف أن هاي الأصوات they are neither nor يعني if we come to the way that they are produced they are just like vowels يعني where resembles the sound and when you hear resembles the sound A لكن من نجل للفنولوجي phonologically speaking they are still يعني تعتبر ونصنفها they are still characterized and classified as being consonants إذا شد السليوشن لهاي البرابلم إذا الفنتيكس هو not an adequate criteria إنه هو مو معيار دقيق الفنتيكس إنه ما اعتمد إنه هاني كل صوت يتم نطق بحرية هو هذا صوت فاول والصوت اللي للمين ينطق بحرية بوجود عاقة هو صوت صحيح هذا مو معيار دقيق لأن هذا الكلاس لحظنا هاني النظرية عند يخل أفضل هو الفنولوجي نحن نقول we have to depend on phonology better than phonetics as a criterion to identify the true nature of the sound فحسب الفنولوجي اللي اعتمدنا عليه نقول we have to depend on the distribution or the context of the sound the different positions in which the sounds occur again we have to depend on phonology not on phonetics to identify the nature of the sound whether it is consonant or vowel هل هل يعني لازم نلاحظ الموقع ما للصوت we have to look at the different positions in which the sounds can occur we have to look at the different context of the sound اللي احنا نسميها دراسة الدستربيوش راح اكتم اهنانا نسميها بالدستربيوشن هذا يعتبر الحل لها المشكلة الدستربيوشن معناته studying the context of the sound دراسة موقع الأصوات بالكلمة or composition of the sounds within the board يعني مثلا انه نشوف مثلا مثلا نشوف هالكلمة كلمة بيك نقول انه الصوت الصحيح وشون اميزة عن صوت العلم من خلال موقع مارتل لان هو الدستربيوشن يقول لك انت تنظر الى موقع الصوت في الكلمة الاصفات الصحيحة دائم الموقعها بالمارجينز الحلطات الكلمة هوامش الكلمة الاصفات الصحيحة الاصفات الصحيحة بينما الفاول تقوم بالدستربيوشن نقوم بالدستربيوشن نقوم بالدستربيوشن يعني حتى لو بدون ما نشوف الكلمة مغمضة يعني ما راح دير بال على الكثير نطقها لان نطقها شوية يدوخ بسبب المهم اللي تكلمنا عنهم افضل معيار انه تتعرض بخلاله الصوت العلة او الصوت الصحيح انه تقول انه الكون الصوند is that sound which occurs typically at the edge or margins of the syllable انا الصوت اليقع في غامج الكلمة بينما الصوت العلة occurs, او الوال occurs exactly at the center or the nucleus of the syllable. So, يعني as a conclusion, to sum up you know we don't have to depend on the way the sound is being produced because this is really not an adequate criterion but we have to depend on phonology and phallology is a better criterion to identify the true nature of the sound how the sound is being produced is not really reliable is not a reliable criterion that we have to depend on the distribution of the sound within the word, the position of the sound within the word or the context of the word in general. Yeah, thank you very much, yeah I hope that you all enjoyed my lecture this is the first electronic lecture and I will inshallah upload inshallah thank you very much, thank you for listening and sharing the class here you